وعلى آخرنا خلاص مش قادرين نستحمل أكتر من كده انحنا نتفرج على مطش مصر وموزنبيق النهاردة الساعة سبعة بالليل المطش مصر محتوطة في جروب بي الجروب هيكون معاهم هي تقريباً حاسة أن مصر أقوى بلد أو أقوى منتخب في الجروب ده بس ممكن المنافس الوحيد اللي احنا ممكن نتعب معه شوية هو غانا علشان هم برضو معرفين ان هم جابلين شوية كده وطول وعراض طبعاً اللي في الكورة واللي ملهوش في الكورة اللي اتنين بيجتمعوا علشان يتفرجوا على أي مطش دي علاقة بمنتخب مصر أي مطش بس فألاً بحب أتفرج على المنتخبات واللي هي البطولات الكبيرة بقى وكده وكاس أمم أفريقي أصلاً معروف أنه دايماً بيجمع الناس دايماً بتلاقي الصحاب والعائلة يا إما بينزلوا ويتفرجوا مع بعض في الكافيات وفي الأهاوي في الأماكن بره بتات الخروج أو بيتجمعوا في البيت ويلموا برضو العيلة كلها مع بعض كده فهي بتكون حتى فترة أسرية كده بتقرب الناس من بعض جامد قوي وكلنا حباً في مصر وتشجيعاً لمنتخب مصر مستنيين أن هم يشرفونا ويجيبوا التامنا ويرجعوا البيت تاني بالكاس إن شاء الله وليلي يا نور أنت هتتفرجي على المتش؟ أكيد طوال هتتفرجي علي بين بقى برا مع صحابي كل في البيت مع أهلك مع صحابي وأنا كمان بصراحة أنا عن نفسي هتفرج عليه هجمع صحابي كلهم عندي في البيت ونقعد بقى ناكل بشار وشيبسي وبيبسي والحاجات دي ونقعد نتفرج ونتجمع على المتش طبعاً إحنا كلنا نأمل أن مصر تكسب البطورة بتاعت كاس أمم أفرق السنة دي وترجع مصر تاني بالكاس وترجع بالتمنى علشان إحنا بقى فترة طويلة جداً بنخسر وبتكون يعني خيبة أمل كبيرة فإن شاء الله يرفعوا رأسنا ويطولوا رقبتنا وتكون سنة حلوة قوي لمصر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر